نعم عن هذا الموضوع يعني نعم تسمح لي سيد أيوب عن بالتحديد ما يجمع روسيا وتركيا الآن في نفس الوقت أردوغان صرح اليوم بأنه يريد أن يطور علاقاته مع الولايات المتحدة وهنا أسألك أتوجه إليك سيد أغلو كاتب أغلو تركيا في نفس الوقت الذي ذهبت فيه إلى منظمة شانجهاي للتعاون وهناك حلف أو المراقبون يتحدثون عن إمكانية وجود حلف بين الصين وتركيا ويضم أيضا إيران إلى جانبهم أردوغان يصرح بأنه يريد أن يطور علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا التوازن كيف بإمكان تركيا أن تقود مثل هذا التوازن في ظل قطبين إن صح التعبير مختلفين في كثير من الملفات هذه الدبلوماسية التركية الجديدة يا سيدي هذه الدبلوماسية التركية التي تتميز بها تركيا عن الدول الأخرى نرى أن هذا التوازن الإقليمي والتوازن ووفق التوازن الاستراتيجي نجحت بتركيا في الحرب الروسية الأوكرانية فمع أنها عضو في الناتو لم تلتزم بقرارة الناتو مع أنها عضو في الناتو كانت هي خير داعم لأزمة الحبوب واستطاعت أن تقوم بإقناع الطرفي الصراع الروسي الأوكراني وأن يتم التوقيع اتفاق للحبوب وتجنيب العالم أزمة غذائية عالمية إذن الآن تركيا مصر على أن يكون هناك تفعيل للحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والجهود التركية هي الدولة الوحيدة التي هي تحوز أو لديها ثقة عند الطرفين الروسي والأوكراني وبالتالي نعم تركيا تقول رسالة هي ترسلها من خلال وجودها في هذا المؤتمر أو هذه المنظمة أنه لن يكون على حساب عضويتها في الناتو وبالتالي الدولة الأكثر قوة في الناتو وهي أمريكا تركيا حريصة على أيضا تعميك العلاقات فهي ليست وجود تركيا كشريك بحاور في شانغاهي أو في عفوا في سمرقان ليس هو بديل عن وجودها في الناتو وتعاونها مع الحلف الغربي ولكن هي عبارة عن توازنات إقليمية والتركيا هي التي تدير هذه التوازنات الإقليمية إذن الجديد في السياسة الخارجية التركية أن تركيا أصبحت الآن ممن يتحكمون في اللعبة السياسية الخارجية وليست ممن تفرض عليهم السياسة من قبل الحلف اليميني أو الغربي